هروح بقى للمهندس أحمد طارق نفس السؤال هل فعلاً الزكاء الاصطناعي هيهدد نسبة كبيرة من الوظائف بحلول عام 2025 اللي هو مش بعيد خالص فعلاً هنشوف أن في مهن مهددة بالانقراض نتيجة الزكاء الاصطناعي بتتفق ولا بتختلف أهلاً بحضرتك أستاذ أية وأهلاً بحضرت ديوف الكرام طيب إحنا أول حاجة الزكاء الاصطناعي ده نار المستقبل هو اللي هيكون متدخل في جميع الحاجات اللي موجودة حواليها إحنا هنقسم الموضوع عن ثلاث حالات هقول لك حاجة للأستاذ أية إحنا في وظائف إلكترونية برضو هتختفي بسبب الزكاء الاصطناعي أول حاجة من الثلاث حاجات اللي هنقسمها إن الزكاء الاصطناعي لغى قريدي وظائف حالية في بعض الدول زي حارس الأمن زي مثلاً خدمة الزباين زي مثلاً عامل المصنع استثماريين ده كله غطى مكانه الزكاء الاصطناعي بوظائف فعلية مستخدمة عن طريق الزكاء الاصطناعي العامل الثاني أو القسم الثاني الوظائف الإلكترونية اللي هتنتهي لإني فينا فكرة برضو الموضوع الإلكتروني هيفضل مستمر معنا للمستقبل القريب أو المستقبل الحديث اللي إحنا فيه زي مثلاً الموشن جرافيك زي مثلاً التصميم زي الجرافيك تصميم الجرافيك بشكل عام ده كله عن طريق كتابة معينة تقدر تصميم أي حاجة حضرتك ومن ناحية برضو الموشن جرافيك الفيديو مثلاً هو صعب جداً تصميمه في الواقع لكن الزكاء الاصطناعي بيعملك ده بكل سهولة وبكل سرعة آخر حاجة اللي هي الوظائف اللي هتنتهي في المستقبل القريب وهنا بقى هنقف عند نقطة المستقبل القريب إحنا دايماً بنقول المستقبل القريب وإحنا أصلاً فيه زي ما حريك قلتي 2025 كنا زمان بنقول 2030 لكن بنلاقي إن الموضوع بيقرب أكتر كل ما بنعيش يوم وراء الثاني بنواكب التكنولوجيا بشكل كبير جداً ويدغطي علينا ويدغطي علينا ويدغطي علينا ويدغطي بأيجابيات لأن كل حاجة لها أيجابيات وسلبيات من ضمن الوظائف اللي هتنتهي في المستقبل القريب جداً الطب الطب وظيفة هتنتهي في المستقبل القريب ليه؟ لأن الوظائف بتاعة الروبوتات أجهزة الزكاء الاصطناعي بتحل حاجات كبيرة جداً من ناحية الطب البشري يعني بدل ما الطبيب يجرح ويفتح المريض أنا كده الأطباء يزعلوا مننا بشمانت لا أنا عايز أقول لك حاجة الضكة في أجهزة روبوتات الزكاء الاصطناعي بدون جراحة بدون جراحة هي ممكن تحل في بعض الحالات من ناحية وظيفة الطب من ناحية المراسل الصحفي التطبيقات اللي موجودة عن طريق تحليل الزكاء الاصطناعي برضو هتنتهي من ناحية الطيارين الطيارين برضو فيه سواء يعني سيلف درايف للطيران عن طريق الزكاء الاصطناعي التحليلات كاملة مساعدة الطيار المحاماء المحاماء من ضمن الحاجات برضو اللي هيبقى في كل موبايل في حياتنا في محامي موجود ازاي عن طريق تقنية الزكاء الاصطناعي التطبيقات الموجودة المنتشرة اللي هي موجودة معمولة برا وفيها جميع قوانين الدول اللي تقدر تتفيدك وتوظفك وكمان بتقلل من تكلفة جشع بعض الناس اللي بيستغلوا الناس التانية من ناحية القلاة وكده اشتركوا في القناة